بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والثمانون بعد المئة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال الشيخ رحمه الله في جمل مقالات الطوائف وموادهم أما باب الصفات والتوحيد فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق وكذلك بين البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصر هل هو علم أو إدراك غير العلم وهذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم لأنه أول من أظهره في الإسلام وقد بينت أنه متلقا من الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة واليهود السحرة والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر المالكية والشافعية إلا الشاذة منهم وكثير من الحنفية أو أكثرهم وهو قول السلفية لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان فالأشعري والباقلاني وقدماءهم يثبتونها وبعضهم يقر ببعضها وفيهم تجهم من جهة أخرى فإن الأشعرية شرب كلام الجباء شيخ المعتزلة ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابن الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض ما في القرآن وأما الجوين ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين والقشيري تلميذ ابن فورك فلهذا تغلض مذهب الأشعري من حين إذن وقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين وأما الحنبلية فأبو عبد الله ابن حامد قوي الإثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية وسلك طريقة صاحبه القاضي أبي يعلى وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات وأما أبو عبد الله ابن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحظة كابي بكر الأجر في الشريعة واللالكاء في السنن والخلال مثله قريب منه وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين وأما التميميون كابي الحسن وابن أبي الفضل وبن رزق الله فهم أبعدوا عن الإثبات وأقربوا إلى موافقة غيرهم وألينوا لهم ولهذا تتبعهم الصوفية ويميلوا إليهم فضلاء الأشعرية كالباق اللاني والبيهقي فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي مع أن القوم ماشون على السنة وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء حيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة فإن الأشعرية ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم عنده أحمد بن حنبل قال ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظراته ما يقتضي أنه من متكلمة أهل الحديث لم يجعله مباينا لهم وكانوا قديما متقاربين إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام لما في ذلك من البدعة مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحظة بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم وإنما وقعت الفتنة بسبب القشيري ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ورد فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت الفتنة وأكثر الحق فيها ما كان مع القرآنية مع نوع من الباطل وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين ولهذا له في كتابه إثبات التنزيه وفي غيره كلام يضاهي كلام المريس ونحوه لكن له في الإثبات كلام كثير حسن وعليه استقر أمره في كتاب الإرشاد مع أنه قد يزيد في الإثبات لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر ويتأول غيره ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطا أنا أثبت متوسطا بين تعطيل بن عقيل وتشبيه بن حامد والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام بن سينة في الشفاء وغيره ورسائل إخوان الصفاء وكلام أبي حيان التوحيد وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة كما أن المادة الفلسفية في كلام بن عقيل قليلة أو معدومة وكلامه أي الغزالي في اللحية غالبه جيد لكن فيه مواد فاسدة مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة وبينه وبين بن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات فإنه قد يكفر في أحد المصنفات له بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخر وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها وأما ابن الخطيب يعني الرازي فكثير الإضطراب جدا لا يستقر على حال وإنما هو بحث وجدل في منزلة الذي يطلب ولم يهتدي إلى مطلوبه بخلاف أبي حامد فإنه كثيرا ما يستقر والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر وأما في الصفات فليس جهمية محظة بل فيهم نوع من التجهم والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام قدرية في باب القدر وتبعهم على ذلك متاخر الشيعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل وخالفوهم في الوعيد وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة وأما الأشعرية فلا يرون السيفة موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف السنة والحديث وبهذا القدر نكتحيه فإلى الحلقة القادمة بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين